مثل ما وصفه أصفدي صلاح الدين أصفدي الشافعي من أنه كان ورعاً عالماً متألهان كثيراً زهد وبين عينيه كركبة العنز من أثر السجود والله إحنا من خاف إلا من ذولاً من ذولاً اللي يجي وصفهم هالشكل وبين عينيه كركبة العنز من أثر السجود ذولاً اللي خوفون أصحاه الجباه السود هؤلاء هم الذين يخيفوننا في ديننا هذا العماد الطبري من تلامذة والده من تلامذة الحسن ابن شيخ الطائفة كلامه هراء ما معنى لو جازت الصلاة على غير النبي وغير الإمام لصليت عليه فمن أين جئت بهذا الحكم من أن صلاة لا تجوز على غير النبي وعلى غير الإمام هؤلاء هم علماء الشيعة كبار علمائنا هؤلاء من أين جئت بهذا الحكم؟ هؤلاء لا يملكون معرفة لا بالكتاب ولا بحديث العترة ولا حتى بالطقوس والأدعية والزيارات نحن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب في الآية السادسة والخمسين بعد البسملة إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلي على محمد وآل محمد الآية في سورة الأحزاب هي السادسة والخمسون بعد البسملة في الصلاة على رسول الله وآل رسول الله في سورة نفسها وقبلها الآية الثالثة والأربعون بعد البسملة من سورة الأحزاب هو الذي يصلي عليكم الخطاب لعامة المؤمنين هو الذي الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله هو الذي يصلي علينا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة في سورة التوبة في الآية الثالثة بعد المئة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم رسول الله يصلي علينا على المؤمنين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن له والله سميع عليم هؤلاء ماذا يعرفون من ثقافة القرآن ومن حديث العترة الطاهرة لا شأن لي بنواصب سقيفة بني ساعدة يذكرون الكلام من دون تعليق لكنني أتحدث عن علماء الشيعة وعن جهلهم وغبائهم وأعتقد أنكم حينما سمعتم الكلام قبلتم به هذا الكلام يخالف منطق القرآن ويخالف منطق أدعية العترة الطاهرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء شهر رجب الذي جاءنا من الناحية المقدسة أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تأمرك إلى أن نقرأ في الدعاء صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين هذه صلاة هذه صلاة على غير محمد وآل محمد صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وفي دعاء أم داوود من أدعية شهر رجب من أعمال منتصف شهر رجب الدعاء المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي على الأوصياء والسعداء والشهداء وأئمة الهدى اللهم صلي على الأبدال والأوتادي والسياح والعبادي والمخلصين والزهادي وأهل الجد والاجتهاد إلى أن يقول الدعاء اللهم وصلي على من سميت ومن لم أسمي من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك وأهل طاعتك عنوان عام وأوصل صلواتي إليهم وإلى أرواحهم واجعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك هذه المضامين تتكرر في الأدعية وفي الروايات الشريفة في الصحيفة السجادية من الأدعية الأولى فيها الدعاء في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض إلى أن يقول إمامنا السجاد اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره إلى أن يقول الدعاء الشريف اللهم وصلي على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك إلى آخر الدعاء هذه أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهكذا نقرأ في الجزء الثاني من الكاف الشريف إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثالثة والثمانين بعد الأربعمائة بسنده بسند الكلين عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته الأحاديث الروايات الأدعية الزيارات الآيات تتحدث عن هذه الحقيقة عن أن الله عن أن رسول الله عن أن أهل البيت يصلون على شعته فما معنى هذا الكلام لو جازت الصلاة على غير النبي وغير الإمام لصليت عليه هذا من الخبن من خبن الأمام هذا من الإخرط صحيح نحن في الأدب المرسوم لا نصلي على عامة المؤمنين إنما الصلاة تكون على رسول الله وعلى آله الأطهار هذا في الأدب المرسوم الأدب شيء وأن نقول من أن الأمر لا يجوز شيء آخر هناك أدب مرسوم فإننا نصلي على رسول الله وعلى آله الأطهار ولا نصلي على غيرهم هذا أدب مرسوم لا يمكننا أن نجعل خصائصا رسول الله وآل رسول الله مباحة للجميع في حدود الأدب المرسوم لكننا إذا كنا نتحدث عن الجواز فإنه يجوز ذلك نعترض على المخالفين وحتى هناك من الشيعة من يلحق الصحابة بالصلاة على النبي وآله هذه بدعة نص الصلاة نص الصلاة ديني نصلي على محمد وآل محمد ولا نصلي على أحد آخر يضاف إليهم لا يقاس بمحمد وآل محمد أحد من هذه الأمة أو من كل الوجود لا يقاس بهم أحد أما أن الصلاة تجوز على المؤمنين القرآن يبين هذه الحقيقة وقرأت عليكم الآيات وقرأت عليكم النصوص بس هذا الحتي من هذا الخبن ما كمني خبنون يردوني نفخون المرجع يضخمون المرجع يصنعون له الكرامات يقولون الأقاويل التي يضحكون بها على الشيعة فتخرج بطريقة الهراء هذه من هذا الخرط نسمع هواية لا أقول لكم من هالمال حمل جمال لها أقول لكم من هالمطاية حمل هواية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر